ولسه مكملين مع حضراتكم وسر الخلطة ماشي اعمل لكم النهاردة حاجة لطيفة جدا بس احنا ايه؟ ده فلفل احمر فلفل احمر وده طماطم بس احنا عايزين ايه نقوم عاملين بس كده اتصى نقطتين ثلاثة زيت كده نقطتين كده ثلاثة ايوا زيت ماشي ماشي ودايما بعد اقول لي هدي زيت الزيتون انا وزيت اه وزيت الدورة انا ده في زيوت غريبة قوي دلوقتي اه ده في زيت افوكادو وفي زيت روز اه وفي رش كده اه بس حياتي برضو يعني جيت له للحق يعني فزلكة زيدة وميزانية زيادة يعني لما تبعد يتتأملي برضو انا معاك افده بس الستات بقى الستات بيحبوا الميزانية الزيادة والفزلكة ايوا ليه؟ ليه ايه زيت الرز و ايه زيت الافوكادو ايه زيت مش عارفة ايه زيت زيت الباني زيت الباني يا دورة يا زيتون لما يعني لما تنجرنا قوي قوي بقنا بعد ايه زيت الزيتون لقد عرفنا انه بتحط على البارد على شوية سلطة على طبق فول كده في البارد لا هم بيتبوخوا بيش اوام ايوا بس بيش صحي بيش صحي يعني مانوش علاقة بالبن بيتبوخوا بيه طبق اللبن لزه وبندق وشوفانه بدأت ايه؟ لابن البندق لا خلوني اقولكوا رأيي في الزيوت وفي الالباد اه الزيت الزيتون طبعا صحي جدا والزيت الصحي قوي يا شيري كمان زيت بزيت الكتان جميل زيت حار اللي هو الفلاكس دي زيت الحار ياه زيت بزيت الكتان يا جماعة خوشوا عملوا جوجل وشوفوا مميزات زيت بزيت الكتان ده لما تتعودوا عليه حتعشقوا بس انا مثلا دي عملي مشكلة في هضمي لانه تقيل جدا ما انت هتحط كميات اولا انا بس كل الالب الكلب في ايه؟ الفزلكة ازاي ده صحيح ونرجع نشتكي انه مش مكفي اعمار حملنا نفسنا اكتر من طاقتنا بصراعي وطبعا انا ما بتفزلك ايه متفزلك فيه النهاردة ده تماطي يا جماعة ماشي احنا مقطعنا دي تماطي؟ اه المفروض تماطي حلقات المفروض تبقى كبيرة يعني كل ما تكبر كل ما تبقى حلقات تبقى سميكة شوية دي شبه الفلفل واللي جواها خدناها وبقت هنا اه عشان من نرميش حاجة عشان من نرميش حاجة وهنا هذه الحاجتين همت الهريسة اللي جواكا هذا الهالي هو اللجوا بعد ما تلمي ماشي على معلقتين دقيق هذا معلقة تبقى جديدة وهذه مع 생겼ة انا كل طبخاتي الجديدة صراحة ولكن ما احصل ليسملت لكم كمية دي سرت وحدد عشان كمية얼بط والبارد من خ Gayر كمية الأبور خبز وعكري لا أدعم تناس حاجة يعني مع إلى عجون التماطي من اللجواكا وعليها معلقتين دقيق معلقتين دقيق وبصل أخضر الله أنا أحب بصل أخضر هذا بشانة ماشي على قد ما نقدر كله على كله ماشي ودين بالطين اهون ايه 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 ده عجة ايه 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 شابه الحركات وهنحط شوية ملح حل فكرتني بشوى كان لما قالت فوقات المهندس لما كنت احطت لك بيت في العجة فاكرين الفيلم ده لا لكن بطولة هند رستم وفؤاد المهندس وشفكر قولنا يا جماعة اسمه ايه الفيلم ده هنقعد نقلب شوية كده ده اللي جنت له فيه حبيبي ياري اه فاكر ولا لا ما هو ما جامع هومشي فيه الفيلم ده ايوه ايوه لما نام حلم بيها ايوه هو ده وحلم انه يبوسها في الحلم صح يا جماعة ده ايوه بكره في الطيارة لا 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 سبع قررت ده حاجة تانية ده مطر الحب لا 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 حاجة تانية خالص اوكي ماشي اعملنا كده اوكي اعترافات زوج هنحط بقى اه صح ده فلفل برضو مقطعين وكده حلق حلقات اهو اهو واحدة مثلا وده التانية حطينا طمطمية بقى ماشي وطمطمية عناية طمطمتين يا سيدي اباه بس ده مش لازم تغطيها الوصفة دي بقى هغطيها بقى كمان شوية تمام اوكي بس اضربهم كويس يا سامح عشان الدقيق ايه كمان يدوه اهو طبعا بلا عايز يخط دقيقش وفان وبياكل الصحي ما هو طبعا برضو دي نفتي كساة لا انا بكان عناس بتاكل الصحي او عندهم مشكلة في الجلوتن او كده اه صح طبعا دي بقى اخطر ايه اهو ماشي يا جماعة في دقيق الدرة طول عمرين بنعملين اه في كيت طبعا بسيسة بديق الدرة صح لا وعلى فكرة لبن اللوز برضو ده عشان الناس اللي عندها مشكلة في اللطوز اه غضبا عنهم بيتطروا اه اوكي اهه انا حاسة ان هنا مفيش كفاية بيت دي ايه بصل اخضر معجون الطماطم اللي في قلب الطماطم ايوا انا بحط والرطة هنقوم مغطي اه اه ايه ده ده لذيذ قوي يا سامح ايه رأيك ده لذيذ قوي ده يبقى افطار مختلف خاص وبعدين بقى لما تطيجي قبل ما تطلعيها ممكن تقومي رشة اه سيم سيم الله حبة بركة شي يا سيمس ولو انت أحبى مثلا شوية ايه جبنة اه اه جبنة هتبقى حلوة افطار صح اه 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 انا انت لأيه خطرت الفلفل احمر مش الفلفل الاخضر بعتبار الاحمر اغلى يعني صراحة والله يعني ايه على خلال اخباطكم ما بين الفلفل طب ما اطبوا الفلفل اه 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 علي حسن اه افتكاسة يعني اقول افتكسي طبعا ايه رأيكم اعملو بالبتنجان يعني نقطع حلقة البتنجان ونفرغ جزء منه ممكن نفرغ جزء صغنى ونحرز البتنجان مع الحشو ده كله ونحطه في النصر حديد البتنجان يبقى تحفن بس انا عمري مكلت البيت بالدقيق انا باكله باللبن يعني ساعات لما باجي اعمل اوملات او وانا برضو بعمله باللبن بس الدقيق ده غريب جديد عليك عشان يبقى متماسك يمكن بقولك ايه يا سمح بالمقصوصة تقلبها كده ولا هي مبتتقلبش في الوصفة القصية لا هي مبتتقلبش بس ممكن نقلب عائلة لا خلاص حسن تبغوز من هنا اولا حاجة انا عايز اقولكو انه انا مثلا من ناس مثلا لما كانش عندي زمان حساسية ضد اللاكتوز ابدا ولكن بداية لما كبرت مع السبر البنيئة تم بيتغير لقيت ما يحصل انتفاخات واوجاع انتفاخ رهيب جدا مع اللبن فبقيت اضطر اشرب البان غير لبن لوز او لبن كوكنوت غزب عني يعني ساعات الواحد بيتطر يلجأ للبدائل الغالية لانه بيتعب او يبطل يشرب البان خالص بس الالبن دي مع الشاي بلبن اللي هو الشاي بلبن اه مطبع بس انا مثلا مع الكافي مع الكافي بقيت اشرب كوكنوت ملك مثلا مع القهوة جوزين لقيته مثلا لطيف طعمه جدا لكن البدائل دي ساعات الواحد بيتطر ما تفهموش احنا بجلنا حساسية من اللاكتوز بسبب بالالبان المعلبة المصنعة يعني زمان ما كناش بنسمع خالص اي حد لما كان اللبان بيجي وبنغلي اللبان ونطلع القشط مكناش بنسمع الحساسية اللاكتوزي خاطر اسمع كلامك انا رأيي كده اه بس لسه طاري من فوق لسه طاري من فوق يبقى لا هيعبت من كده هكده هكده ايوه لاني برافو 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 خلاص البيت مسك من تحت اقليح اتنين من اللبان هيصبر عليها جود 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 هلي انه عليك انه عليك انه عليك انه عليك انه عليك يا مساهل الله عليك برافو عليك برافو مش قوي يعني مش قوي بس كان لازم نقلبها لأن بصت حمصت إزاي من تحتها ممكن نعملها بالبتنجان ممكن نعملها بالفلفل الأخضر ممكن نعملها بداية رخيصة ببطاطس بس البطاطس الثاني تبقى بقى مسلوقة نص سلقة لأن البطاطس مش تلحق تستوي لازم تكون مسلوقة نص سلقة نص بس إزاي لأن نعملها حلقة لأ ما تستويها بحلقة نسلوقة حلقة لأ تستويها بحلقة وتقطعيها بالعكس ما تكون نسلوقة بحلقة تبقى متماسكة وتستويها نص السلقة وتقطعيها وتفرغيها وتحطي فيها البتاق كامل سلوها ممكن نحط البطاطس بدل الدقيق كبديل الدقيق باعتبارها ضوء نشويات معقدة للبطاطس الكوسة بس الكوسة هتلاقيها الكوسة مش تلحقها الكوسة حلقتها داية أنا لقيت مرة وصفة كوسة لذيذة قوي بتجيب الكوسة، بس الكوسة كبيرة، وتقطعها بالطول من نصف، وتفرخها، وتحط فيها لحمة مفرومة مع الصجة، وشوية جبنة، وتحط شوية في الصنية مرقة فراخ أو لحمة، وتروح تطفل فرامة أنا عايزة طبعا، لذيذة 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 تبقى، وخفيفة خصة، وتنفع على الدايت جدا، كده استاوت يا سموح؟ اه، مع قرية دي كانت، اه، استاوت يلا، حلواتها يا حلواتها، وليه مش انت بقى؟ دي المقاتلة، بص بقى، دا حكك على شيري، ايه بقى؟ دا حكينا، شيري بقى ايه؟ ما بتاكلش معنا في البرنامج خالص بس حوت بره، عملة دايب، سافرنا أنا وهي مع بعض، وللمرة الأولى، ايه بقى؟ احتيلي، 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 احتيلي وللمرة الأولى، لا، اتوقف عن الأكل، لا، 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 تلبك معوي، وبعدين ايه؟ خلوة في حادق، في كيف، في عيش، في جبنة، في خضار، في لحمة، اه، تلبك معوي فعلا، يعني يطولوني بيتفق وبتعب، وكل حاجة، انتو بتحبه الأوبن بوفيه في الفنادة؟ انا بشيبه، انا بشيبه، وانا صغيرة مجدش بحبه، دلوقتي بعيت احبه، دا قدنا مرة اتعشنة في الأوبن بوفيه ساعتين وناص، انا وهي، بص، انا الحاجات، خارج الروتين اليومي، وخارج المعتاد، اه، بتعرف تستمت، ببقى متقلقة، ودي حلوة انا بتعرف تستمت، اه، بزاق، حلو، مش يعني، واخد قرر اني مش هدايق نفسي، مش هحرم نفسي، وهعمل كل الحاجات اللي انا بعملهاش في يومي العادي، دا عايزة قولت، منوحنا، منوحنا في المطار، اه، قررت، رجلنا حط، الله، 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 وبدأت بقى الرحلة، لو بقيني المختور الديد بتاعي، انا الاسبوع الجاي مسافرة، فهو يعني يشجعوني جدا، كل دا قادر يقولولي مبستي، استمتعي، ما هو خلاص بقى، ما هي مش هنفضل طول الوهقة ماشيين كده ملتزمين، صح، بتتقلق، اه، بتتقلق، حايلوه جدا، بس هنشيري الدقيق منه، باللي هنوش شيفها، نعملوه ممكن باللبن، طيب اتتقلق، معلقة بطاطس مهروسة كده خلاص، اه، اه، قولي يا سموح، فبتيجي يا شيري في وقت العوزة بتبقى براحتك، عادي، ما بتيبقى ضميرك حي عادي مش مش كلا، اهو، ضميرك مرتاح اصلا، ايوه، انا فكرة مرة قريبت حاجة كانت جانيفر اللي بايز باعتبارها يعني ايقونة، وكتير من الستات ومن الرجالة شايفينها ستة ايقونة حاجة وخمسين سنة، يمكن خمسة وخمسين سنة، وبتتمتع باللياقة دي، وبتمتع بالمظهر المشدود والجسم والجلد، الحقيقة مرة قلت لاتصريق قالت ان هي لما كا، لما بتحب بتاكل بيتزا، بتبعت تشتري بيتزا كبيرة جدا، وتحطها قدامها، وتقول لنفسها انا مش محرومة من حاجة، انا شو محرومة من حاجة، انا مبيش حاجة هتمنعني عن ان استمتع في اللحظة دي، طبعا، والآن دايما تقول لا اتعدى الشارحتين، يعني بلاقي نفسي ان انا ما بتعدى الشارحتين، وتفضل عايز اكل شوكولاتة، وباعتقد اجيب اكبر قدر ممكن من الشوكولاتة، وتقول لنفسها انا مش محرومة من حاجة، قد يكون دي طريقة في ان الناس تستمتع وتهتم بالنظامها الجزائي، بس في ناس ساعات ما بتقدرش تقوم المغريات، اي في ناس لما تشوف كتير من المغريات بتنهار، عشان كيه دايما يقولوا اللي بيعمل دايت او بيعمل نظام الجزائي، يلتزم ويفضي البيت من المغريات الكتيرة، ايوة، يفضي التنلاج، اهجب من الحلوات امتى يا هدي، هعمل لكوا بقى الفقرات، لا بس في الحلقة اللي انا حترمضي، عايز انا مساعد لكي بقى ساعاته، خلاص اوكي، يعني بفق الحلقة الجاية انا اطبخ وانت الدوق، اه، ماشي انا موافقة عشان ادلاعك شوية، حابت يا هدي عمير بتاع حابت، حالو الاكل، تسلمي دي يا ربسي جداً، تسلمي ديك يا حدي، نشوفكم دايماً على خير يا رب سروا عليكم، اشتركوا في القناة